وذي كفن تبع الموجة شو عملت؟ والله عادي اللغيت مدمافي ولا شوية مزروب وقومين بكري وخدمة وبرايف ومانيش مركزة معها برشا الحكاية ما جيتنا تشغل المو مع انت مرة سئلت كتعرفني انا كان قناع في رجيم مرة سئلت ميادة حناوي كيف سضعفت قتل ساكرت فمي صحيح كتساكر فمك تضعب قتل علميك لو علم مشاكل المشاكل يعظو اللي استرس لما اللي ناكل كانوا نقول الكلام خاطر برشا يهجموني وقال لا ساعات زادة كيف كيف وقت اللي ما عادش رحب ناكل معناتها صحيح بالحق وفم حاجة جديدة يعني مرثت شوية بمعتي اسمال عليك وليت ما عادش نجم ناكل برشا ديما ناكل دي كنتيتي صغار واحد يكا سانست باش نبدأ ديما مرتاحة وطلعت الحكاية ذيكا يصر مفيدة تضعاف بها وحاجة بها برشا ديما كي تاكل في برشا اوقات مثل خمسا اوقات في النهار تقسمهم ديما دي كنتيتي يكونوا صغار مهما كانت الحاجة اللي يتكلم سكر مهما كانت انا بتبيعتي من اكلش سكر بتبيعتي معناتها ما نحبش نحب المالح اكثر بتبيعتي معنا اما حتى كي تاكل سكر ما تشتي حاجة كل ما تكملهيش يسرا ما بين الناس حبوك كيما انتي وما بين انتي شو ما تحب تكون استصوير اللي عندك كيفاش تعيش هال زوز حاجات هدوما المتناقضين انا عندي قناعة تقول لي انه كي تبدأ انتي مرتاح وتتصالح مع نفسك مع نفسك في شكلك وفي مضمونك توصل برشا حاجات ايجابية للناس وبالتالي كل واحد يجب تصالح مع نفسه بش يقنع الاخر ملامح وجهك طفولية مع انت انا بالنسبة لنا كي نحط الفيديوهات اللي انتي صغيرة مراكش تبدلت مع انت اتي مخي نحس كطفلة هديك الصغيرة اللي طلعت مع حاتم بن عمارة تغني ودندن وكل شاش مع انت ملامح وجهك بالاساس طفولية مع انت عايشت طفلة اللي فيك مزلت ولا انا دي ما طفلة محال احليلة تقلت وانتي صغيرة قلت وانتي صغيرة غرامك هو الموسيقى ملي تولدت وانتي سبحان الله مع أنت الناس اللي سمعوا فينا ينجم يعملوا طالة على الفيديوهات متاع يوتيوب الموجودين يسرى وهي صغيرة مع ريم الزريبين وجولها تحية ولا مع حاتم بن عمارة بتشوفوا معناتها كنت طفلة استثنائية بأتم معنى الكلمة كنت تغني وتلحن وقتها وتبدل الألحان وتسألها وهي عمرها أربع سين خمسين بسواري كما مينة فاخت قتلة لا خير مينة فاخت معناتها في مخة عندك الريشة النجومية وعارفة روحك أنك بشتوصل المرحلة هذي ولا أي كنت صغيرة برشة برشة موكي ويحتي يبدأ صغير زي كما يقول اللي لبناني بصدق حالك وعلى الأخر بصدق حالي بركة حالة حليلة اليوم قدش النسبة متاع النجاح اللي شفتوا الكله قدش نسبته من الشي اللي تحبت عمله لي هو يعني مش نكون صادقة مش نكون صادقة جدا أنا فرحانة برشة 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 بلي وصلت له والحمد لله ومن كسر الفرحة معاش نعرف نعبر صراحة معتها خانني التعبير ولكن أنا طموحي معتها كبير قدش عملنا النسبة مئوية من المسيرة عملنا 20% 50% 30% 15% نجمو نقولو والله يا منعرش هاتي أنا حاس بالمودرة نجم نرى إذا نقولك ما عملت شي ونجم نبدأ هكا عبلة جوا نقولك كده نتوا بخيسك كل شي مودك تاو شنو حاسب أنا توازين يعني نقول إنو معتها أختينا خطوة باهية بعد كي نقول 30% غالط أنا والله كان بش تحكي على مخيينة اللي نحب نوصلها ماكش غالط أما حرام نظلموها المسيرة كي يقولوا 30% كي بش نحكي بمن بعيد شوية نجمو نقولو حققنا نص اللي نحب نعمل نص الطريق شواللي مزيل مزيل برشة هاجدخورين مزيل إن شاء الله معناها لازم نحب نعمل استمرارية في الطابعة اللي نحب نغني فيه اللي هو صعيب على خطر بالأساس نعم يسرة اختارت إنها تعمل لون الطربي وتميزت في لون الطربي وقاعد نشوف في حفليتك في العالم العربي الكل ما شاء الله كنت في مهرجين في حيث مهرجين تحددت وحفليت يسرة كما العادم عندها قيشة في رمية ونس كنت غني معاك وغنيت لهم غنياتهم غليك وحفلت لهم الجو عملت جولة في العالم العربي في العراق يهبلوا عليك دي جا جاوك برشة سؤالات من العراق من أربيل بالذات ممشيت لهمش برشة سنة ليه سنة ممشيتش جمل آه بتغشين عليك عندهم الحق والله عندهم الحق دونك معانتها يسرة معانتها نتصور إنه مزيل مزيلت عندك برشة حاجة بشتوريها أكيد أكيد ليه أكيد طموحي معتها كنا مش نحكي على الطموح موين نحب معتها شو نحب نعمل وكفيش نشوف في تسويرتي وكل مزلت في أول خطوتي بصراحة أما ما ننفيوش إنه اللي عملته مهم جدا 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 مقارنة برشة فنانات سواء في تونس إلا اللي من جيلك أنت ولا حتى من خريجي برامج المواهب خليني نذكر في The Voice مثلا أنت اليوم ما خديتش اللقب لكن اللي خديت اللقب مختفي اليوم من الساحة بوريكي وانت كان لقاعدة تخدم بشكل كبير وكرست قاعدة حق مهمة إنه اللقب براو تاخذو ولا ما تاخذوش ما عنده حتى معنا وانشاء الله ناس كل تمشي بيه خطر ما اللقب موش مهم الاستمرارية وما بعد اللقب أو ما بعد البرنامج في حتى ذاتو هذك الأهم هذك الأهم وحمد الله يعني القاعدة الجماهيرية اللي كونتها معناها ما جيتش من فراغ جيت من برشة عب وبرشة محبة وبرشة صدق برشة صدق في محبتك للعمل متاعك يسرا أنت محتلة كيفيش خذيتك معايا في الآخر تليفون يسرا قالتلي السناء نظرته على نفسي حتى حفلة اي صحيح ماني بش نعمل حتى حفلة بش نتليب الألبوم بش نتليب الخدمة تعبت عم ناول بالحفلات عم ناولت باركالله يسرا عملت مسارح كبرى عملت كرتاج بنزرت عملت سفيقس معناها دخلت بشكل كبير على المهرجانات الكبرى ونتصور أنت أكثر فنانة تنسية عملت حضور جماهيري في المهرجانات التنسية الحمد لله يا رب وقلت خليني ناخذ راحة هيا قلت بهي شو بش تعمل فيه العام هذي قتلي بش تلهب الألبوم والحفلات قتلي لا سي أسيد يا هذي ما عندهش حفلات بحبش تعمل حفلات مهرجان مدنين مهرجان مهرجان لهنا قفصة كومبلي قيبس كومبلي مكثر كومبلي زغوين كومبلي قروين كومبلي معنات إذا كان هذوما الكل ما همش وانتي معناتها مكشنا ويا تعمل مهرجانات ملا شنو ملا شنو باي شوفت توكي تشوف انتي اللي النتيجة ونقول الحمد لله اني عملتهم خاطر النتيجة حلوة برش والنتيجة تخليك تزيد تقدم أكثر والله هذي والله ما نش محتلة والله قرار كان صادق ومن قلبي وكنت معناها قلت ما نعملهم شا الحكاية هذوما معت ممكن توكي تقول ولكي يقولك عمت بالعاني والجامي دايوخ حتى مهرجانات الخنانين كيما القروين كيما صدقني اخذينيهم قبل بنهارين وعليه تم الاعلان عليهم قبل بتليسة ايه منهارين عليش يسرى وقت اللي الناس تستنى في ألبومك ايه صحيح عندك حق الألبوم شوف بتبيعته انا الحمد لله سنة ما كنتش معناها مقلة في انتاجاتي يعني عملت غنيتين وغنيتين محترمين جدا مقلة بيقيت حبني نعمل ألبوم نحبك تعمل ألبوم ويسرى انتي اليوم قادرة بيش تعمل أربع خمسة غنيات نجم نجم اما جوستو ممكننا نحكي وتوفينا ويكفل وقلت لك رأينا انتاجاتي راهي معناها يعني مكلفة وتاخذ برشة وقت اما صحيح كلامك صحيح صحيح عندك حق حتى الفناني العرب اليوم صف أول أصبح يرهقهم صحيح يتعب برشة ويقعد يخذ برشة وقت أما صدقني هيدرا والقرار اللي خذيته رجعت معتها رجعت معتها عدت النظر فيه من طلبية الجمهور من حفلة قرتاج اللي مع الحرس الوطني اللي كانت لي معناها حاجة حلوة برشة ومنجمتش نقولها ليه ومستحيل نقول ليه فهمت في حفلة كي من هك فقلت أنا في تونس طوائنا نعرف روحي أنا عابد معتها صعيب وفيش نعمل حفلة معتها كي ختاج أكيد بش ناخذ برشة وقت بش نحذر لها فلما لي طالما أنا في تونس والوقت في تونس مالي خليني نكمل ناخذ حرام علي معتها معتها حبيتش نكسر بخاطر حتى حد بصراحة هيت ونقول لك شنو اللي عملت بالذات انتي خديت حفلة ذقت نجاحها انشانيت انشانيت قلتك هاو هو راه طعم النجاح وقعد نشوف الفيديوهات فهم الناس تبكي معنا على اسم يسرة وتستاهل معنا خطر بشرا نحطه بصعوبة الاسم بتاعك واليوم واليوم الناس اللي قاعدة تمشي معنات هاك معطلا ساعتين و ساعتين و نصف في مهرجينين تقعد تغني معنا تنسى روحك ننسى الحاجة المهمة انه جمهور مهرجين كارتاج مش مهرجين كارتاج جمهور مسرح كارتاج بش يلقاك نهار ستة سبتمبر الحفلة كانت غدوة كانت غدوة نهار و 31 نعم هكتشوف التقس فهمت امتار وحمد الله ديما ان شاء الله فيها الخير وان شاء الله غايف نافع وانا متأكدة اللي اي حاجة تتوخر فيها خي يعني حتى الناس اللي كانت شوية مستائة ويكتبوا لي على الفيسبوك وعلى انستغرام علاش اللي اغال بذيه امر معتها من معتها خارج على ارادتنا وانا متأكدة باذن الله انه لسيس ساعة هو معتها تزامنت الحكاية بالبزهر مع ذكره انبعاث الحرس الوطني التونسي معنا ليه حاجة جميلة جدا فرحت برشان والله منسبة وطنية والله بالحق بزهر وانا معتها كي حكينا قلنا لسيس معتها بقدت ربي تقصباه فهمت وبزهر طلعتا كي كفاء ان شاء الله يا رب يشتعد احلى حفلة بقدت ربي منهر له الكريسي كل تبيعه الحمد لله sold out الكريسي ما عاش تقولي sold out خاطر الحدث ما عادش معاك sold out نهار ما تعمل sold out خلنا عمل طولة الكريسة عليها لحكينا الحمد لله بالنسبة للقرادا مزالوا بعض البطاقات اللي تنجموا تيخذوهم من نقاط البيع السحرة يسرى محنوش خلنا نذكر بالموعد ستة سبتمبر بيش يكون موعدكم مع سيدة طرب يسرى محنوش اللي بيش تكون حاضرة في حفل استثنائي في المسرح الروماني بقرطاج نسمعوا بفكر فيك نسمعوا بفكر فيك وبعد بيش نرجعوا لأسئلة المحبين داكار معاك وعندك جبعة أربيد رب نستطيع بيش مرحبين بيهم بكل خليكم معنا خلنا تلقوا نهار ستة أكتوبر في المسرح الروماني فيه قرطاج سهرة سبتمبر عار سبتمبر اكتوبر انا قبلها جيتنا في فيديو بيش نهبطوا للفانس عاد قوتولهم كل تأخيرة فيها أخيرة وإن شاء الله نتقابلوا نهار ستة أوت أخي ما كملتش إن شاء الله بحذي ستة أوت ستة أكتوبر ستة نوفمبر بيش نحكيوا على سمعنا أغنية مصرية أي الجمهور المصري يطالب بأغنية مصرية شعبية يطالب الجمهور الخليجي يطالب بأغنية خليجية الجمهور المغربي يطالب بأغنية مغربية اليوم أنت تخدم سايخ ترتل أنك تكون فنانة عربية منطلقة من تونس هذو ما موجودين في ألبومك جديد ولا ليه شوف ما نكذبش عليك أنا قادة نسمع فمتلي متأكدة منه أن الأغاني المصرية بيش يكون فما شعبي بيش يكون فما برشا برشا لها جيت وإلا بيش نقسم ألبوم خليجي ألبوم فيه مصري يكيد تونسي لازم يكون موجود ديما فهمت أما ما نيش عارفة بالضبط بيش نعم أما الأغانية خليجية موجودة والمصري موجود كفيش بشي عبتوا ذي كدي ما زلت ما زلنا نشوفه فيها التونسي اخترت ولا ليه التونسي عندي برش عندي عندك صعوبة في اختيار التونسي لا لخطر خطر اللحن عندك الكونفورم وتحية الحبيب نحنوش الشاحب تونسي الكبير أما مش لأن والله يعني التونسي نبدأ عارف أروحي شنحب فهمت تونسي شنو نعرف نعرف شنو نحب نعرف وللنوبا اللي قاعد نغني فيها ديما سي دخلت في مخي برشا معنا نعرف بالنسبة للأغاني الخليجية مازلنا قاعدين نختارو مازلنا قاعدين نختارو فهم برشا اقتراحات مزيينة وفهم برشا حاجة حلوة نختارو مش فرصة أنك تدخل للسوق الخليجية لأنه صوتك مختلف جدا في قماشته على الأصوات النساء الخليجيات اللي قاعدين يغنيوا غالبين هي فرصة وهبش قول لك عليش على خاطر أنا مملتش برشا أغاني خليجية منش عاملة بغتيك مو كان صح بسعادة ووسكت بس لها عراقية مع ذلك بارك الله عملت ليلتين في مهرجين صلالة عمين وربعظهم مهرجين الفوجيرة مهرجين مؤسسة العويس الثقافية في دبي معناها في معتها في الكويت يعني عملت برشا حفلت في الخليج وانا منش عملتلهم أغاني خليجية يعني أكيد لازم معتها الناس حابتني ذوما الناس حابين يسمعوا صوتي في الأغاني هذي وفنانين وعندهم ذوق عالي بصراحة في الموسيقى كبير برشا لذا أكيد لازم ما تقررنا بش نعملوا أغاني خليجية شكون أجمل الأصوات الخليجية بنسبة لي كنتي والله هي برشا بالحق هذي ماش لعي حتى ما نحب عبد الله الرويش برشا نحب حسين الجسمي برشا محمد عبدو برش ما تسميني نخاف ننس أره بالحق ذكرة لا يرحمه الله يرحمه ذكرة تهبر ذكرة الخليجي وخليت فراغ كبير قمش ذكرة في الخليجي ذكرة في الخليجي معناها أبدعت أبدعت في كل الأنماط في كل الأنماط الله يرحمها إن شاء الله الأسئلة أياه فما فيتو نعملوا شوية جو يزيد الرسمي فما فيتو أعرفتهم اليوم فش عملوا جو جمهورينا يعمل الجو فما فيتو على حاجة معينة مجمو بيانسور تعرفني أنا فما أحد سألنا عليهم نوية تطلع تستقر في مصر ولا ليه أنا قلتها المعلومة وفي بلي استقريت يخي ما نجمتش خليتك مستقر في دبقة في لبنان كنت وما نجمش نبعد على لبنان بصراحة يعني ديما لازم نفهمها لازم نمشي كل مرة لازم نمشي للبنان أنا استقريت في الوطن العربي في الطيارة بذبت خاطر قلت بش نستقر في مصر ريال ما ما نجمتش نلقى روح يجبني نمشي لسلطانة عمي لازم نمشي لعمان للأردو لازم نهابة لتونس يجبني نمشي لنرجع للبنان مش نصور الوطن العربي كهو شنية أحوالك العاطفية مستقرة سابق سابق منين تستمد استقرارها؟ ما قلت لك الواحد لازمه بالحق هي ديرها وواحد لازمه يتصالح مع نفسه يعني ويحب نفسه بش ينجم بش ينجم يرضى بأي حاجة حتى كي تبدأ حاجة متعبته ويتخطاها كي تبدأ حاجة فهمت غير من يدخلوا عاطفة كتاب ما فهمتش نتكلم بالألغاز هو قال لك ما فهمتش يا بي فهم غازي ما فهمنا حال لي معنا جو يديغ حتى كتبدا مكش راذي على مثلا أوضاعك العاطفية ولا ولا تبدأ ساعة ساعة نحن ليش نحكي هو فهمة حاجة عاطفية أنا نحكي نحكي أنجنغاء لا 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 نحن نحكيه خصوصية أنا اليوم عام قبلتني يسرى محنوش عليش لازمك تحرف لا لا معنات فهمة ولا ما فهمة معنات تحب هل أنت في حالة غرام أمشي اللي بعده جي ما يعملي في العميلي دي زائي رأي أهضيك تقول أمشي اللي بعدهم أنت في حالة غرام لا لا ما نحن في حالة غرام ما نحب نعمل تشويق وشهور خرجوا برشا إشاعات واه قيل أنك في علاقة مع إعلامي تونسي شفت شفتك يا سيمير شعبين سيمير رويفي خويا بالحق خويا بيأتم معنى الكلمة وخدوجا أمو ذي كميمتي وشو كل موسيقى اللي عبلوها يا ميمتي يا ميمتي أنا تصور يحطولك هذي خلما حطولك تيتانيك ليه لي ليه لي سمور خويا ليه قريتها لي قريتها ولو التصوير خربت الدنيا وهبت في البلايس تصويرها بريئة ما فيها شي قاعدين نتفرجوا فيما تشكورها ما كونيش وحدنا معنا بار شعبيت وقاعدين ونتفرجوا في تونس تلعب ومشيت بحذيه فهمت أنا أخويا ومعتها وتغششت سانساغمو هاي تغششت لأنه معتها عيب فما إشاعات يعني مؤذية ماشية ماشية مؤذية لينا تقلقت لسيمير تقلق رويحنا نتحكنا في الأخر معنا أحنا أخويت ونعرف ورويحنا بالقديم أما ما عاتت نجم ما عاتت تدفر وتدفرني تتفهم بالغالة أخي سيبا فغي معنا جوتو جوتو ماليش يستخزو ليتقوش عليك بتعرش اللي بالحق سيبا فغي لا قاعدين جاي على بالي سؤال و قول على طرتشت الثانية لا يقول قول ما يسيرش سامير الوافي اي هو من نوع الرجال اللي أنت تحبت الترتبط بهم عاليش سؤال لذي قلت لك على طرتشت الثانية قلت لقوله اي بيانسور سامير كشخصية معناها و أنا خطر نعرفه كإنسان معتها قلبه به وحنين و كلمته يقولها اي من الناس اللي أن تحبهم معتها مع حليهم معناها نقصد في الشخص أنه يكون مشهور فما فنانين يقولك أنا من حبش أنا زوجي يكون مشهور فما يكون يقولك أنا من حبش زوجي يخدم في الإعلام حتى لا أحسب عليه ولا يحسب علي فما يكون يقولك مثلا أنا من حبش زوج شخصياتك اللي عندهم شهر هذا البروفيل نحكي أكثر من الشخص شوف أنا منيش نخمم شاكيكا معتنا نخمم إذا كان فم حب معت الحواجز الكل ويحدي نجم فهمت معتت نجم تتخطى برشا ما صعب وتنجم سيبغيكو احنا معت الفنانين سوختو اللي يغني ومحليها كي تبدأ مستقرة مع حد يحبك وما وشفر الدومين على خاطر فما تعب يسرى شو اللي يخلي يسرى تقول هذا الشخص ينجم يكون زوجي في المستقبل شيء الكاليتين الأساسية اللي أنت حاشتك بها في الرجل الحب متع الروح حب الروح بالحق هيدي لأنه كل شي تتقفة معك كل شي يوفى معتها كي تلقى فما تناغم في الأرواح تلقى اللي يكملك روحيا إذا كل تناجم تكمل حيث لحياة الصعيبة على خاطر حب جز تمو على خاطر اللي تناغم معك في روحك وروحي أنا مجمش يقولي بطل الفن أنا فنانة إلي بشي تناغم معايا بشي يحبني أنا كيما أنا بالعكس بشي يعاوني إذا كل ناجم نرتبط معا أكيد الحب الروح حاجة معتها عظيمة برشة برش فانيتك رام هايليم برشة يعطو فيها في سكوبيت أسألة هاي يمشي يمشي نقول نقول لو القدر يهزك البرنامج The Voice من جديد اللجنة الحالية الجديدة راغب علامة ساميرا سعيد أحلام حميقي حتى حد ما ينجم ما يدورش كيس مع صوت يسرى محنوش شكوم بشتختار؟ ساميرا سعيد غير ما تسئلني حبها برش موت عليها من اللي أنا صغيرة معتها تحية الفنانة تحية كبيرة كبيرة سامورة حبها برشة ساميرا سعيد لدول متاعي أصلا معنا مكسب أنا في برنامج The Voice مكسب للفن بصفاعات هاو شرحطك الوضعية أكثر إحراجا هيا وكاذم كاذم السي نعرفك شو بش تقول تيجي نبدل والبلايس نموت عليك لو كنت طفلة صغيرة قدم هك ومشيت The Voice Kids نانسي عاسي حمائي نانسي عاسي حمائي كان طفلة صغيرة نحس روحي بش نمشي لنانسي خاطر كيوت وتحب الصغار أما كان طفلة صغيرة بمخي هنا نمشي العاسي خاطئنا عندي علاقة بعاسي نحبه ناخد سؤال آخر سألوك على نصيف زيتون اي ونحبه برشا نصيف غافو شو سألوني شو رايك في ونجاح حفلاته في تونس رائع ولا رائع يستحق يستحق الحفلات والنجاح حفاية والعباد تحبه برشا يستحق عندك تفسير لنجاحه اي يعني رجل يعرفش قاعد يعمل يخدم بالكدي صوته مزيان أغاني حلوة برشا عنده معتك غيزماتيك برشا يسر بعض الفنانين يزعجهم الحديث عن نجاح الآخرين انتي من الفنانات اللي تتباهى بنجاح الآخرين ويسعدك نجاح الآخرين جدا على خاطر دي ما عندي قناعة تقول اللي حتى حد ما ياخذ من حد في الدنيا هذي لو كان درجة تعمل كل واحد بشي يخذ نصيبه وعلانيته بشي ترزق وانا كان منيش معتها فنانة بالحق نجم هنا حتى ركب دعب منحبوش انسانيا وصوته يعجبني نقول صوته باهرة جفيلة بغدشوز مستحيل فنيا نغالط لا ما نجمش ونفرح بنجاح الناس الآخرين بصراح سؤال آخر يبدأ بلو لو ما صعيب هذي عليك ما يبه لو تثبت تهمة الاختساب على سعد المجرد هل تتغير نظرتك منه أكيد علي مش صعيب تتغير أكيد أما أنا نعرف اللي سعد يعني متربي نعرفش عندي إحساس كبير يقول لي اللي مؤامرة الله أعلم ما نحبش نخوذ في التفاصيل وما أنا أنا معتها ما نيش قدهم لحكاية ذوما ما نحبش نتحسب علي كلام نطلع غالطة فيه أما أنا نعرف اللي سعد مشكيك نعرفه نعرفه معتها ما والله أعلم والله أعلم ديما شو نقول لنا هذي فما ديما كل ما نقولها كان لحظتها في فيديو ويتي كل يسألوني فيهم على سعد قضاء الفرنسي وربي ظهر الحق لأ نقول حاجة مهمة ياسر نقول أنا ما عشتش معه في اللحظات اللي عاشها الأخيرة ولكن أنا أنا شاهدة على ماذا بالضبط أنت شاهد على الفترة اللي كنت موجودين أنا شاهدة على الفترة والفترة ديك ما هيش حكاية فارغة فترة كبيرة ومهمة ومش نحكي لك على تواصل فما تواصل بعد الفترة ديك فترة ديك أشنا ما بعضنا تعايشنا ما نجمش يكون الإنسان المتربي بياذيك برشة اللي الناس الكل كانت تشهد تشهد بتربيته كلنا نحبوه ما فاماش واحد اسأل أي واحد في سوبرستار يكره سعد ما فاماش من الكرولي يخدموه من المشتركين كلنا نحبوه كلنا معتقى أنا شفت إنسان متربي برشة كل متلعيب ما تخرش منه سعد وشفتوا بعد نجاحاته قابلنا في تونس وقت مزلك يحبط المعلم مو بدي التضرب وقت جابشي عم الحفلات وما تموش وفام حكايات سارو فامت سعد هو بيدو ما تغيرش سعد سعد يتذكر حتى التفاصيل اللي عشنيهم الصغار النوكت اللي حكيناهم متربي ولد عائلة أنا منجمش نشهد بغير هذا ما كاشي أنا إنسانا ما نشباهي هادي أما إذا كان فام حاجة تخفاني الله أعلم أنا نحكي علي شفته سعد متربي برش جمهور كردستان العراقي قولك وينك عندهم حق ويسألوا كيف كيف جمهور دبي وجمهور الأردن يتعلم بيش ترجع لنك هذو ما بعثوا يسرى نفس الشي بيشوف بحب وبعيتاء ولوم ولخص كردستان عراق والله أنا حاضرة بش نجيكم بالعكس نحب نكون موجودة فاما بعض المشاكل مع بعض المتعهدي فامتك اللي يعطيوا أحكايات وبعض يعملوا حكاية أخرين فامتك ذي موجود بغتو فامتك أما أنا مستعدة بش نجي بحضيكم بالعكس متشوق أني نرجع بحضيكم ونشوف جمهوري في كردستان وفي العراق سألوك على يسرى محنوش قولك تقريبا نفس اللوك نفس الألوان شعرك نفس الكو صحيح أه 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 صحيح 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 أعمل كما تقوى هكا تقوى نزمني نشابش بشعري ونخرج أما أما مكش من نوعني كما أي منهم مش تتعري على جنب وتحية للتقوى وأيمن لهم إدارة عامل يسرى محنوش نشكرهم برشا برشا وليكيب نتعي كبيرة برشا تحية الأميرة عشور تحية الفيتن تحية شهير تاكيلي تحية لهم الكل حقيقة أما أنت ما تحب بشكل مغامرات في اللوك ولا ليه؟ أهو عملولي في روحي ويديدة أنا كلاسيك برشا هادي فهمت ما نحبش نعمل مشتة في شعري مثلا نفد خاطر إنا نبدأ أنا كي نغنيين بعض تكن تلاحظ نبدأ ديما مس في شعري يكيير واللي عامل هاك تبين جبت شعري ونخرج فهمت ما نحبش أما جو في إيسي على خاطرهم أنا نحب رأو نحبك يعطيني جمهوري نقد بناء ولا حاجة معتها يقولوا لي روبتك خايبة بدل كنت مقبل ما نقبل هاش يقول شا مكم في روبتك أنا جاي نغني بعض ليه هما عندهم حق والفنين معتها صورة صورة وصوت وكاريزم وحضور ودرشنو عندهم ألف حق دونكا كان عم في إيفور كبير أنا على خاطركم أنا قاعدة عندي روبة مزيينة إن شاء الله وعندي مكياج مزيين اخترت الروبة ولا ليه أي طبعا شوال لون اخترت دوغي إن شاء الله يواتيك دوري مزيين ناي عليهم زيين برش بيه سؤال آخر قالوك عنيش غايبة في الإعلام التونسي والحوارات التلفزية والإذاعية مش برشا آآ يعني ديما معاك هدهوت نتعد نتعدم مع عفيف نتعدم أنا منيش يسر تلفزة هادي بكل صارح عليش ما جو سيبا منعرش منك منهم وش راضي عن يتقدم لا لا بالعكس نتفرش فيهم ولكن نسافر نحطينا القنوات التلفزية التونسية متاعنا لكل ونبدأ نبدل ونبدأ عامل جو نتفرش روحك في برامج تونسية لا أنا ما نيش عطا أنا نحس روحي عطا أكثر وقت زي من عديه نخدم في استوديو وأكثر وقت زي من عديه هنا في حفلاتي في صحيح عندكم حق تحبوا تشوفوني صحيح يحبوا يسمعوك يشوفوك تحكي نحاول نبدل منها طبيعة نحاول على خطرهم بقي على خطر شو كيف يشتعب يقع على خطر أما إن شاء الله إن شاء الله يسرى محنوش ما نجمش مع أنت منتعدى من غير ما نسمعو حاجة تونسية واحدة من الأغاني تونسية الجميلة اللي كنت أعملت نسمعو وخليني نذكر ديما بالموعد 6 سبتمبر في كرتاج بمناسبة الذكرة 63 من الإنبيعات الحارس الوطني يسرى محنوش نجمة كرتاج باش تكون نهار 6 سبتمبر نجمو تمشيو منتو تقصوا تساكركم من نسبة لجرد على الشيز مع أنت الكل تبيعوا للأسف الشديد وليحسن حظ يسرى كما العادة أسمع تقصوا بكري على خطر يسرى رأي شعارها كومبلي بلتكثار بعين دونك اثنين ثلاثة وسيئة دونك يسرى محنوش نرشلكم خليكم معنا حيث حيث يا قلبي يسرى محنوش على موزي كفين يسرى تلقاها نهار 6 سبتمبر في مسرح الروماني بيقرطة سهرة الحرس الوطني يسرى محنوش نتصور أنت بالأساس بنت مسرح معناتها دي ما كنقول لك بنت مسرح بالأساس صحيح ولكن الأستوديو في حد ذاته معناتها يستهويك معناتها يستهويني طبعا في التونسي عملت غنيات إيقاعيين غنيات غنيات مهبونين معناتها لكن في العالم العربي مصر ولا لبنان زلت الهبلة هذيك ما ظهرتش بالنسبة ليه عملت في وسكوت بس غنية مهبولة يروح ويددة كيف كيف عراقي تهبل في العراقي في التونسي مصري مزلت ولبناني زلت لبناني عملت قلبي خلاص معتها الغنية أحلامية ذيك غنية أحلامية معتها الجو ذيك هو الجو اللي نحب صوتك اليوم جميل صوتك مسحات صوتك بالنسبة لي كنتي نقطة قوة ولا نقطة ضعف شو معناتها اي فهمتك فهمتني اي طبعا فهمتك يعني في الألحان اللي مواكبة والعصر ممكن يحبوا أقل وصارتلي ره وصارتلي شوي معتها نمشي الملاحنين في مصر تقول لي سمعني البياتي والرست وال ونقول له مش لازم مش ضروري مش خاطر أنا نغني قل لي ما أنا عايزة حط بتاعتي خاطر القصوت فهمت يحبي يحط طاقته في التلحين وفي خاطر معتها لزنا نواكبو شوية دنيا خاطر معتها جستما هو اللي يسمعني نغني يقول لك معتها قدرة صوتية دونك نحب نعطيها للنهجة ذيك البلاسة ذيك ما غيال ما أنا معتها من الفنانين اللي هما معتها ما نجمو يقول بوليفالان معت فنان بوليفالان اللي صوتو يقول باشا حاجات واذي حاجة نحبها ومن أمكنه الأكثر أمكنه الأقل مش ديما مش ديما خاطر فماش كوني نجمو يقوله الأكثر ذيك وبعد يجيو في وسط غنية ما تستحقش برشا تعريب عرب وقربة ويت وستحق إحساس استحق همس كما بفكر فيك ما تستحقش صوتك اللي بفكر ما تستحقش لا تستحق بفكر ثبت فهمت معتها ذيك ديرا يا ذيك ذيك هذو كموما للديتاي شي اللي يخليك ولي تتلحن أنت بالإساس معناتها وتصرح اليوم أنت ملحنة معناتها اليوم بعد اللي عملته لكل سيح أنا عمري قلبي خلاص يروحي بيديدا حيت حيت علي بابا وطني برشة أغنيت مزول مخرجوش زيدة من ألحان برش وحمد الله معتها ألحاني يلقي النجاح هذي الحاجة اللي عجبتني معناه معتها حيت حيت في مهرجاناتي غنيوها جمهور معتها أكيد الحمد لله لو اليوم نكلم من الملحنة اللي فيك عندك لحن دي فنين تونسي تحب تعطيه لحن أاي عنتي والله عندي برشة غنيت خطينا ساعات اللحن وكي نبدأ بعض من غنيها نشوف فيها والله مرات شفت سابر في برشة غنيت بالحقرة فهمها أكيد طبعا تجلس مع سابر من أجل ألحان الحقيقة منكذبش عليك واخوة أخي حاجة تشرفني برشة سابر بي عيرا أكيد أكيد ديو مع سابر لو يقولك اللحن هذا ديوك يستهويني طبعا طبعا نحب برشة سابر أنا نحب برشة كإنسان وكفناء بحق خاطر أنا شفت منه برشة تربية وخلاق في طبيعته معناها محترم النفس ومحترم الفن وبصراحة معناها ما يجيش على حد فهمتي يخدم على روحه وكهو وهذه نفس السياسة اللي أنت بتبنيتها أنا متبنيتها وهي سياسة كاظم الساهر كذلك فهمتذكم ومعتب رتح راسك يخدم على روحك وش يهمك في التقلقيل والحكاية الفيرغة وحنا نعملو في فن والفن حب متنجمش تعمل حب وتعمل عرك متنجمش معتبش طيح معتب من يستفزك الفنان اللي يتعارك من مين بان خامن فيه يوترني كترا هي عارك في موضوع ولا يتعارك مع فنانيخر العركة هي في حد داتك أنا راي ساعة نعملو بجو نابحك ساعة نبدأ قلق نحط كلي عركيت مش نعم مش نابحك أكثر معاركي يا عزبا عالمو رغب عبراجعوا لذبوش وابعطوا عندك ما تتفرج ولا عجي مسوي لو يذرك فناني تصريح نجم نرد نجاوبه كما نجم حسب حسب المذر كان فما حاجة تستدعي توضيح اللي يستدعي الكلام الذي يقيل أو المصدر الكلام لو كان شخص معروف وكبير واسم قال فيها كلام ندخل الرد وإلا يكون ساعات فنان أقل مني درجة قد يكون عمل التصريح هذيك من أجل شهرة ما رشيذكم عملوه عمرين من جاوب جاوب مهما كان الكلام مهما كان أرفض أن يستغلى اسمي أبدا خطر نبدأ فيهما للنية معتا لا يوريني فنان معتا قيمته كبيرة عندي وفي نظري وفنان كبير بشي يقول علي ما نعرش وقتا ما وقف فيش بشي يكون إن شاء الله ما تصير ليش وإنتي ما تخليش من روحك اللي نعرف وانا وحتى الناس اللي قراب منك وقراب منهم هما أشخاص في مستوى معين من الرقي اللي ما سرنا مسمعنا لهمش تصريحات هاك لا لا أبدا معاك هذا من سهر كأنه لبنانيا بدت تكبر شوي على ابوها فنيين وتبقى لا 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 ما نعديش حفلة منغنيلوش غنية من غنيات وما نعديش غنية نعملها ما نسألوش عليها أو ما نعديش موجود في حيث طبعا طبعا مزيدكي بعثت لغنيتي الأخرى وعجبت ومزيدكي ديما ديما كاذم موجود في حيث كاذم معتها كي نقول كاذم مع عائلتي أنا وفية جدا أصحابي أنا توكي تشوفهم أقل واحد نعرفو خمسة شمسة سنة يسرى علش أنت يبدو لي ها يبدو لي مش قريب برشا أنا من كاذب السهل كما أنت قريب يبدو لي أنك الوحيدة من The Voice اللي على هذا التواصل أي الوحيدة مش معتها الأخرين ما حبهمش ولا ما توصلش معاهم ولا يبدو لي أنك الوحيدة اللي في المستوى هذا من العلاقة نشبه لبعضنا برشا هنا وكاذب نشبه لبعضنا برش معتها فما تقارب في الأفكار كيميا طبعا فما فما محبة كبيرة فما احترام كبير فما احترام كبير ولم العلاقة تتبني على احترام دوم وتتواصل هيته بركتلو زواجو والله أي المارة اللي فت كي كلمتو وقتها قلتلو إن شاء الله كوشي مبروك حاجة كيف تاليفون وقتها كي جيل لقختاج حاجة قلت هيلو هكا بزربة متاعك اللي متحبت لا لا حاليا ما نحبش بلعكس بركتلو في التلايفز وبركتلو في كل الحوار نينا نفرح كي كاذر نفرح العروسها كلمتها لأ لحقي خالي تونسية أي وفرحتلو خاطر نعرف ويحب تونس برج شوف إيجا نقولك كي دي فهمتك شنو هتحب تقول أنا رأي نفهم مشكلتي نفهم إذي كاي المشكلة خلي نوضحوه الموضوع يزبكم بتشوفو كيفش هي تستوي كيف الكرسي خلي نوضحوه الموضوع علاقتي بكاذم الساهر علاقة مبنية على الاحترام وعلاقة تعديت إنه أستاذ وتلميذة وليت علاقة عائلة بالحق وكاذم الساهر إنسان فرض علي نقاط في حياتي طبعا إيجابية برشة وليت من نجمش نحب الإنسان هذي بالإنسان هذا بالكمل هائل هذا وهو يحبني كيكا معتها ما نفركلوش وما نفرحلوش وما وعليش مش ما نفرحلوش خاطر فاما بعض الأفكار اللي قاعدة تخرج وإنا نعرفها وإنتي تعرفها ومغير ما نحكيو فيها خاطر عيب فهمت لأنه إحنا علاقتنا فيك أنا في الاحترام ما نحبش ما نباني حكي فيها أما أكيد بش نفرحلوك خاطر كاذم أعطاه برشة لوليدو العيلته وكاذم محب برشة العيلته كاذم ما عاشش سعادة معناها كلي مع شخصية لا لا معتها كاذم يستحق إنه يعيش الحب يستحق وإنا لأني نحبه نحبه ويعيش ويفرح ويعيش الحب ذيك هو المحبة صادقة بين الأصدقاء وبين عائلتك وبين الناس ذيك هو الحب فمتفقنا نفرح إن شاء الله يا ربي تسعدوا ومرتوا ويسعدها والله معتها خاطر فهمتك فهمتكم تلعو في الإشاعات وتعمو في العميل فهمتكم ليه يسوك وتشوفوا الفيديو بعد معتها دورت الكرسي وقدمت أخبار ولي وان بلوست ولي نحس روحي وان دي غير عفتك اللي أصابع عملتلي هكاية وهنا ما عندي شي واني نعمل هكاية نحن نفضينيها لحكاية فضلت ليلة فضلت يسرة بعد حفلة كرتاج مهم جدا بيش نعرفوا إنه سنة جاية تقريبا نجم نحكي على موعد كرتاج جديد للمهرجين ولا ليه والله ما نعرف واني قلت المهرجة ما فهميش ولا فهمة ولا درجة وما عاشف نحبها بعد شوف الفيديو ما خلي نيسيك تخليها عند ربي الله أعلم حاضرة إلى كرتاج جديد مختلف عن كرتاج عم ناول إذا كن نحذر الأغاني اللي أنا نستنى فيهم حاضرة إذا كن بصراحة مش بش نحذر جديد ليه فهمت واني أنا نعرف روحي بقط ربي معتها بإذن الله يعني نحب خدمتي معنا أنا عايشة بش نن معتها فنيا يعني نحكي على فني معتها مش نحكي على عائلتي وعلى أموري الثانية أما فنيا بش ننطور من خدمتي بين أول مرة محمد زين العابدين قال يسرى محنون بش تعمل حفلة في كرتاج وحدها اي وبين اليوم اللي تتكلم على كرتاج بين بيب الثيقة اي وحدك في كرتاج اي وحدة في كرتاج ليه ومشاكيكة انكوغ معتها هو وقت الضحكي صار لحكي يا راه وليحكي زمين حكيها ومشاولوا إدارة أعمالي هو يقول لهم نحب عليها سناء وهم يقولوا ليه خلي عام الجاي تعش نو صار انت غير هما مدارا مارجين كرتاج وهو مدير أعمالي مقلوبة لأي معنا هو يقول لهم ليه نحب سناء وما قلوا ليه ليه هي تحب عام الجاي ما حبيتش أنا نخذ كرتاج دميل سيزرها ما في قتل كبيرة لحقيقة فيا وفي طلبية الجمهور وكان عند هو ولا جزء ما هو خطر جمهور يسمع هو يحبني إزده فنيا برشا هو فنان بصراح فمتذوقه رائع مش خطر يحبني يونجينغال موسيقي عازق عود اي طبعا معتها تبدلت وقتها وتول إحساس تبدأ متقود ديما عندي الرهبرة من مهرجينة الكل ديما المهرجينة السناء نحب نشكر فريق الكل اللي معاك فريق الكل فردا فردا قلتهم قبل سميتهم دونك تقو أي من معروفين فاتن أميرة شهير ونحب نشكر زده شمس تويتي برشا خطر كان معنا يعطي ألف صحة وديما معايا شموس زده معتها شخص عزيز علي وعشيريز آه نجست قالوا لك عربيا عربيا ليش كنت حبت لحن عربيا 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 من من الأصوات شو لحن المرأة ما تقبلش العجب معناها يا ساميرا سعيد سعيب شوية لو عندك لحن مهبول آي والله أنا شو ستمو خطر هي ساميرا سعيبة برش ونا نحب التحدي معناها عندك لحن الإليسة برش ألحان الإليسة مش لحن واحد برش قالت أنه آخر ألبوماتها سيكونوا فهمة على أساس التزال إلى غريد ذلك شو قولتك؟ والله أنا الحقيقة تأثرت أنا خطني نحبها إليسة نحبها لأنه نحترم خدمتها نحترم مسيرتها نحترم معتها انتقاءها لغنيتها عندها حس في صوتها بنين برشة معناها ما نجم حتى حد شكلك فيه معتها إليسة كي تسمع غنية تحط سيدي وتحط في الكرهب تسمع معتها حاجة بش نرجعو نحكي وعلى إليسة واعتزالها اعتزالها أنا قلقني خطر حس تتعدد فترة خائبة في نفسيتها مرضت بسم الله عليها وحمد الله ربي أكرمها وش فيها ما نعرفش ما نعرفش التفاصيل ومنعرفها صادقة ما نش مش تقول فيها بالعانية مادم خرجت من فمها كي كمعتها في معاناة خطت إليسة من الصادقين حكيت على مافيات الفن جستو إذي اللي ما نعرفوش فمه مافيات في الفن باباباباباباب عشت مافيات الفن عشت عشت ونعيش مزلت ممكن تعتزل من أجل مافيات الفن إينا آية ممكن يا رسول الله ممكن ما متفرحوش برشا عادة كثروة وعمب برشا ما معتناجم نبدأ قاعدة كيف ننقرس تتول البيترا نجم نعتزل لانه لأنه الحياة الفنية أصبح حتى تحكمها مافيات ممكن كل شي مش مستابعت مش مستابعة لم نكذبش عليك علش نكذب نقول لك ليه ونبعض انا نحكي لي شفت لي نحس ونحكيه انا معتا قد مني قوية في شخصيتي حسيسة برش نجم معتا فجأة انت لقاني مع نجم ان شاء الله نهار هذي يجي بعد مية سنة عايش شكرا يسر بخلوش الفنانة حب نقول لك كلمة في حقك بالحق لازم يقولها هايدي انتي تعرفني برش وتعرف حكيته ونحكيه في الأوف ونقول توا طالعا هذي زعايم يعرفني وانا نعرفه وشنا وبشنا حكيه نلقاك تفاجئني كل مرة لفما حواري شبها الخوف لفما معتها فما حماس فما حاجة قوية يسر ادو وي دو وي زيد انتي موهوب جدا 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 وانا نفتخر اللي عنا ناس كيفك في تونس مضويننا مرسي بكوها انا نفتخر بيك عايشك وقت دا في حفلة عربية عايشك يقولوا يسرا محمس وقلوا الفنانة تونسية ما تنسيوش رهو هذي كمتا أنا بلادي عايشك فنحب نشكرك برشا برشا يسرا ودعا تكستح لخضرتي ترفع لم تونس راك في المحافل وانتي سافرتنا راو معناتها عايشك عايشك هادو ربي فضلك استحفظ على روحك رأينا وانتي زيد المستقبل رهو عايشك هادو انتي المستقبل يسرا محنوش بالنجاح والتوفيق ما تنسيوش الموعد ستة سبتمبر اشتركوا في القناة